الله تعالى لننتقل قليلا إلى المسلمين الذين يعيشون في بلدان غير مسلمة و يتعرضون للإيذاء و للعنصرية و للإزديراء فيما يعرف الآن بالإسلام مفوبية و التي بدأت تتصاعد بشكل كبير جدا و قد ظهرت الآن في هذه الحروب الأخيرة على ألسنة الرؤساء و المسؤولين كيف يتمكن المسلمون و هم يعيشون هذه الأجواء و يجمعون بين الطاعة و هذه الفيوضات الرحمنية كما تفضلتم و بين فرصة التعريف بالإسلام و الصيام و لربما يكون ذلك سببا في تخفيف حدة الضغط عليهم في هذا الشهر استقامة المسلم و حسن التزامه بدين الله تبارك و تعالى دائما تجرب له الخير و تصرف عنه السوء دع عنك أولئك الذين يجحدون بآيات الله الذين أشار إليهم قول الله تبارك و تعالى فإنهم لا يكذبونك و لكن الظالمين بآيات الله يجحدون لكن طائفة ممن غرر بهم أو ممن لا يعرفون شيئا عن هذا الدين و لا عن أخلاق المسلمين و عباداتهم هم بحاجة إلى أن يروا هذا الدين في أخلاق المسلمين و في عباداتهم و في معاملاتهم بأكثر مما يحتاجون إلى أن يقرأوا أو يسمعوا نعم عن هذا الدين و لذلك فإن هذا المعنى الذي تشيرون إليه معنى بالغ الأهمية و ينبغي للمسلمين حيثما كانوا أن يكونوا أكثر حرصا و أشد التزاما و أعمق تمسكا بأحكام هذا الدين و أخلاقه في شهر رمضان ليقدموا الصورة الناصعة لهدي الإسلام للعالمين و رأينا أن الكثير من الناس يشدهم هذا الهدي من المسلمين في شهر رمضان فيشاركونهم في الصيام يدخلون معهم في أسئلة للتعرف على أسباب صيامهم و امتناعهم عن الطعام و الشراب و بذلك يتعرفون على هذا الدين و كم دخل فيه أي في الإسلام كثيرون بسبب التزام المسلمين بصوم شهر رمضان و أداء مفترض الله عز وجل عليهم كما أمرهم الله تبارك و تعالى في صيامهم في أدائهم لقيام رمضان في اجتماعهم على ذكر الله عز وجل و على تلاوة القرآن في موائد إفطارهم في تفقدهم للفقراء و المساكين و لذلك فإن من بركات رمضان أن جعله الله تبارك و تعالى سببا للدعوة إلى هذا الدين و إلى التعريف به شريطة أن يحسن المسلمون أداء هذه الرسالة فإن بعض المسلمين أيضا للأسف الشديد لا يبالي حينما يعيشون في هذه المجتمعات فإنهم ينقصون على أعقابهم عياذا بالله و إن كان هذه الظاهرة في تناقص و يلحظ العالم كله بأن المسلمين يزدادون تمسكا بدينهم و إنهم يقبلون على شهر رمضان صياما و قياما و عبادة و هذا دعا كثيرا منهم إلى أن يقتربوا من الإسلام أكثر و أن ينفوا عنه كثيرا من التهم و الشبهات و الأباطيل التي يرمى بها في كثير من وسائل الإعلام الموجهة و لذلك فمناط الأمر أن يسلم المسلم أمره لله تبارك و تعالى في هذا الشهر المبارك و سينعم الله عز و جل عليه بالنفحات و الرحمات و الخيرات مما يتصوره و مما لا يتصوره و لا يقتصر ذلك على ما يتعلق بالإمساك عن الطعام و الشراب فنحن نتحدث عن الصوم بمعناه الشرعي و الذي يعني كف الأذى أيضا عن الآخرين أن يمسك جوارحه عن كل ما حرم الله عز و جل نعم ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال و لا صوم إلا بالكف عن محارم الله و قال من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه و قال فإن سابه أحد أو شاتمه في رواية أو قاتله فليقل إني صائم هذا الذي نتحدث عنه فهو إمساك عن كل المفطرات المادية و المعنوية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس و هذا يجيب أيضا عن السؤال المتعلق بالأوقات فإذا أدرك المسلم أولوياته حينما تحدثت عما هو من الأصول و عما هو فرعي هامشي و أن لا يشتغل بهذه المثبتات الصارفة له عما هو بصدده من أمر الطاعة و العبادة و الاستسلام لله تبارك و تعالى هنا يمكن له و يسهل عليه أن ينظم وقته كيف ما شاء هو الفرائض أولا ثم ما يجد نفسه فيه من النوافل على أن لا يخلي نفسه من النوافل التي لها منزلة عظيمة في رمضان و في صدارتها قيام رمضان و تلاوة كتاب الله عز و جل فلا ينبغي له أن يخلي نفسه من هذه النوافل مع أن ميدان النوافل فسيح لا يمكن أن يحصر لكن هي غنائم عليه هذه الغنائم لا ينبغي له أن يفرط فيها و أن يبحث عن غنائم أخرى هناك غنائم كنوز أو دعها الله تبارك و تعالى في هذا الشهر المبارك فإذا تعرض لأنها مواسم لأن الله تبارك إذا كنا نتحدث عن القرآن فإن الله تبارك و تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن و فيما يتعلق بالذكر و الدعاء قال في سياق آيات الحديث عن الصيام قال و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان و فيما يتعلق بالقيام رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كما تقدم في الحديث من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فضلا عما ورد في كتاب الله عز و جل و في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم من فضل ليلة القدر مما سنتعرض له لاحقا بمشيئة الله تعالى